بعث الرئيس عبدالفتاح سيسي برقية تهنئة إلى قدسة البابا توضرث الثاني بابا الأسكندرية بطرالك الكرادة الملقصية وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيدة وعرب الرئيس السيسي في برقية التهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لقدسة البابا توضرث الثاني ولجميع الأخوة الأقباط مشيدا بقوة تماسك النسيج الوطني للشعب المصري بكل أبنائه على مر التاريخ داعينا الله العلي القدير أن يديم على مصر أعيادها وانتصاراتها وعلى شعبها نعمة التأخي والترابط التي تجمع بين أبنائه مسلمين وأقباط وأن يوفق الجميع لكن لكل ما فيه الخير لهذا الوطن العزيز كما أرسل الرئيس السيسي برقيات تهنئة الأقباط مصر في الخارج نقلتها السفارات والقنصليات المصرية حول العالم كما ترأس قدرسة البابا تودرس الثاني بابا الأسكندرية بطرق الكرازة المقصية قدس عيد القيام المجيد في القتدرائية المقصية بالعباسية ووجه البابا تودرس الثاني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته لجموع الأقباط بعيد القيام المجيد معتبرا أن تهنئة الرئيس السيسي لأقباط مصر في بلاد المهجر وفي الداخل هي تهنئة لكل المصريين شارك وزير الخارجية سامح شكري في دورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في مدينة بانجول عاصمة جامبيا نيابة عن الرئيس السيسي وخلال كلمته بالقمة أكد شكري إدانة مصر للعدوان الإسرائيلي على غزة وثمن الدور الذي تطلع به منظمة التعاون الإسلامي لتشكيل جبهة دعم القضية الفلسطينية وأكد شكري أن مصر وفرت النصيب الأكبر من المساعدات إلى قطاع غزة منوها إلى أن إسرائيل تفرض الحصار والعقاب الجمعي وتضع العلقيل غير القانونية أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي والمدفعية منازل الفلسطينيين ومناطق زراعية وسط وجنوب قطاع غزة وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت أرضاً زراعية جنوب مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق قنابل حرارية بكثافة فوق مدينتي رفح وخانيونس وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة المغارقة ومخيم النصيرات وشمال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة تظاهر ألاف الإسرائيليين مطالبين رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بقابول اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل إعادة المحتجزين الإسرائيليين المتبقين من غزة وأكد المتظاهرون ضرورة القيام بكل ما يمكن لإعادة المحتجزين وجاءت الاحتجاجات مع دخول الحرب على غزة شهرها الثامن وسط ضوط دولية متزايدة لوقف القتال قال الرئيس الأوكراني فلادامير زيلينيسكي أن قوات الأوكرانية أسقطت مقاتلة روسية من تراز سو 25 فوق منطقة دونسك شرق البلاد ووجه زيلينيسكي إشادة خاصة إلى مقاتل اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 لإصطاتهم الطائرة الروسية ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ريو جراندي دي سول بجنوب البرازيل لتصل إلى 58 شخصا إضافة إلى 67 مفقودا وأشار حاكم الولاية إلى أن ريو جراندي دي سول تشهد أسوأ كارثة مناخية في تاريخها مع إصابة نحو 300 بلدة بأضرار